عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به عبد يوم الكيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفله وأنجاه وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن تخص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل عبدي من تتوعي فيكمل بها ما انتخص من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وواه الترميز أبو ريرا رفتك أيها اليوم سيكون إذا كان المسألة لديم سؤال قرارة قرارة أستخدام من الأسفل سؤال الانساء العامة سألتون في الشباب بسبب أبو عريره شكرا